موسيقى ونتابع حلقة الليلة من وهلأ شو استقبل نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون مساء الخير نقيب مساء النور بالطبع يعني موضوع الكورونا من عشرة ايام لليوم يقلق اللبنانيين بشكل كبير ويقلق العالم كله انتوا باجتماعات متواصلة هلأ كان عندكم اجتماع المساء بالسرايا أو بوزارة الصحة بالأمس كمان كان في اجتماع هالاجتماعات خلينا نحكي اليوم اجتماع اليوم بالسرايا الحكومية شو كان محوره مين ومين ضم هذا الاجتماع وشو الخلاصة اللي طلعت الاجتماع ضم مماثلين عن وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وكافة المستشفيات وأول نقطة حطونا بوزارة الصحة بتطور الأمور شو عم بصير مثل ما بتعرف الحديد هلأ صار في عشر إصابات مثبتة وفيه بمستشفى بيروت الحكومة رفيل حريري بحدود خمسة وعشرين ثلاثين مريض قيد المراقبة والأهم الشيء يعني الهم الكبير احتواء الوباء لها حتى على صعيد احتواء هذا الوباء شو الإجراءات الاحترازية اللي عم تتأخذ يعني صار فيه إيقاف للمدارس لمدة أسبوع في حملات توعية يعني هل هذه الأمور تكفي يعني هل التدابير اللي عم تقوم فيها الدولة كافية شوف ما في شي بيكفي لحتى نصير نقدر نقول انه ما رح من من نضمن مية بالمية انه ما رح يصير فيه تفشي للوباء هذا بكل بلدين العالم شفنا شو عم بيصير يعني ولكن نحن الاحتياطات اللي عم تتأخذ بالفعل الاحتياطات محترمة وهذا اللي لازم ينعمل يعني الجهد اللي عملته وزارة الصحة لغاية الآن والجهد اللي عم بي بذل بمستشفى بيروت الحكومي ما بينعمل طيب مثلا شو الوضع للمرضى الموجودين يعني في اول حالة في لبنان صار مارئ علي عشرة ايام طيب مش عم منعرف انه يعني هول المرضى اللي مصابين بهالفيروس شو عم بيكون جمالا باستثناء شخص واحد مسن الباقيين التسعة الباقيين وضعوا المستقر يعني المقصود انه غير معرضين لغاية الآن لخطر المرض فقط في شخص وضعوا غير مستقر كبير بالعمر و يعاني مشاكل صحية يعني ايه طبعا عنده مشاكل صحية غير هذه واكيد هذه يعني بتفوت على شخص مناعته ضعيفة اكيد بتأثر عليه وبينما شخص مناعته قوية يعني بتعرف معدل الوفاة المثبت لحد لا يتعدى 2 بالمية من الحالات وخاصة بطال الاعمار المتقدمة او اللي عندهم مشاكل صحية اساسا العلاقة به الاطفال مثلا من سفر لغاية 9 سنين ما ما بيهمون وبصير ترتفع النسب معا معا طيب بس بالاخر يعني في فترة معينة للتماثل للشفاء او يعني شو بعدنا شو هلأ اللي اللي هني قايد العزل العزل اللي بالعزل اول اصابة ادي سالة تقريبا بالعشرة ايام بعدها موجودة بالمستشفى لارجع خلال 15 او 20 يوم مفروض انه يكون يمشي اذا كان الوضع ثابت ومستقل طيب هل الهلع اللي عايشين الناس مبالغ فيه من وجهة نظرك ام هو واقع حقيقة يعني موجودة شوف هيدا حقيقة موجودة ما في شك يعني هلأ هلع يمكن مبالغ فيه ولكن اكيد فيه خوف من الانتشار وبتعرف نحن امكانياتنا ضعيفة يعني ما انها الامكانيات الهيلة لها حتى نأمن مثلا هلأ بالكاد قدرت وزارة الصحة أمنت مستشفى بيروت الحكومي للحجر وللعزل هذا يمكن ما يكون كافي منه كافي تابعون السؤال مدى جهوزية لبنان على صعيد التجهيزات المستلزمات الطبية الأماكن الموجودة بهالمستشفى وهل في امكانية ليش ما بيصير فيه عمل على أيضا تجهيز مكان آخر مستشفى آخر فيما لا سمح الله زادت الأعداد هل عم بينبحث بهالاجتماعات بهالأمور هاي بالنسبة للمستلزمات الطبية للأسف كان عندنا أزمة قبل ما بلشت الكورونا بسبب عدم المقدرة على الاستيراد من الخارج وهلأ كل البلدين منعت تصدير أي من المسميه PPE Personal Protection Equipment يعني اللي تستعمل من قبل العاملين الطلب الصحيين بيلبسون قبل ما يفوتوا عند المريض مشان تايعي يلجوا ونحن عاني نقص حاد بهذه المستلزمات الطبية وهذا أحد المشاكل الأس يعني اللي هلأ نحن واقعين فيه تبها كيف تنحل يعني شو الاقتراحات حلول المتاحة اليوم عم بيصير فيه اتصال مع بلدين بالخارج يعني تحديدا صار فيه اتصال مع ماليزيا ومع تركيا لنحاول تأمين هذه المستلزمات هل كان فيه ردود فعل إيجابية لحديث هلأ فيه إمكانية لحديث هلأ فيه إمكانية الاستيراد من هذه الدول أما بما يختص بتجهيز أمكانتين مستشفى آخر لأنه ممكن أنه مستشفى بيروك بالفعل يعني يعني منوجه له التحية لأنه عم بيقوموا بمجهود خارق لإحتواء هالوباء ولكن من الضروري تجهيز بالمناطق محلات متخصصة مثل ما نعمل بمستشفى بيروت الحكومي لأنه ما بيجوز اليوم بحثنا فيها مطولا ما بيجوز أنه إذا صار فيه انتشار للوباء أنه يتوزع على كل المستشفيات ما بنقدر نعمل شغال مثلا بيصير صعب كتير احتواء وبالتالي عم بيصير الكلام عن تخصيص مراكز محددة في عم بينحكى بمستشفى النبطية عم بيستشفى ترابلش الحكومي ومستشفى زحلة الحكومي ولكن بالطبع هؤلاء بدهم إمكانيات أولا إمكانيات مادية وتانيا بدك عناصر بشرية لحتى تقدر الشغلي بهالسهول ولكن هل في يعني مثل ما بيقولوا يعني بدء العمل على هكذا طبعا يعني معالي وزير الصحة عن يبحث بعدة محلات وزار عدة محلات وكمان اللجنة المختصة برئاسة الوزراء كمان عم بتشوف كيف يعني تأمن تجهيز وتأمين محلات إضافية المستشفيات الخاصة يعني دورة بهالأمر هيدا هل إلى دور رح بيكون يما لا يعني مثل ما كنت عم بتقول مش من مصلحة المستشفيات الخاصة إنها تفتح لا لا مش قصة مصلحة ماوني الناسين المصلحة على جنب نحنا عم نشوف شو الأفضل لحتى تقدر تتابع طبي بالمرضة العاديين لأنه يعني في مرضة بالمستشفى حالتهم بتكون أسوأ بكتير من مريض حامل فيريش والكورونا طبعا بالطبع يعني مريض بالقلب مثلا عامل جرحة قلبية وضعه أكيد أخطر بكتير من وضع مريض حامل فيريش والكورونا هلأ مثلا نخد بيروت المستشفى بيروت الحكومي لحتى قدروا خصصوا محل للكورونا عزلوا منطقة كاملة من المستشفى مع مدخل خاص مع ستاف متخصص وخصوصي يعني ما خلطون مع بقية المرضة ولا يجوز خلطون مع بقية المرضة هلأ المستشفى الخاصة شو وضعه أولا مثل ما بتعرف لازم تكون عزل فيها وفيه إلى مواصفات هندسية محدد أكبر مستشفى خاص بلبنان ما بيحتوي على أكتر من غرفتين أو تلاتة أو بحد أقصى أربع غرف عزل بس هؤدي منهن فاضين هؤدي أغلب الأوقات فيهن ناس مصابين بأمراض غير مرض الكورونا ويقتضي عزلهم يقتضي عزلهم بنفس الوقت اللي بدأ تدخل المرضى حاملين كورونا على طابق فيه مرضى عادين عندهم مناعة متدنية ممكن تعرضهم وتسبب لهم ضرر أكدر بكتير وبالتالي لازم يكون فيه سياسة محددة هالسياسة تقضي بأن يكون هناك مراهز محددة لدخول المرضى إلى المستشفى المستشفى الخاصة لازم تكون جاهزة لا بالطوارئ تقدر تستقبل المرضى وتعمل الفحوصات والأسئلة الأولية لحتى تشوف إذا فيه كانوا بنسميهم suspected cases يعني مشتبه فيهم إذا مشتبه فيهم تبعت لهم يعملوا فحوصات بمستشفى بيروت الحكومي وإذا ثبت أنه الفحص positive بدلوا ينقلوا ساعتها على مركز من هالمراكز اللي بتكون متخصصة ولكن سيكون خطأ كبير أنه نعتبر فينا ندخل المرضى على كل المستشفى فإذا التحدي الأكبر هلأ أو المطلوب بإلحاح بالدرجة الأولى تجهيز مراكز استشفائية أو طبية أو مستشفيات تانية غير مستشفى رفيق الحريري الحكومة لحتى يكون فيه احتياط فيما لو صار في حالات زيادة لإدخال لإدخال المرضى طبعا ولكن لالفحوص الأولية المستشفيات الخاصة بدأت جهز حالة لحتى تستقبل بالطوارئ يعني لازم جهز حالة تخصص غرف عزل بالطوارئ لإستقبال هالمرضى وهذا رح تعملو مستشفيات يعني لحد هلأ الفحص عم بتنبس بمسترير الحكومة نعم بس فيه مستشفيات عندهم إمكانية الفحص فحص بيسموه PCR عندهم فحص المخبري فحص المخبري عندهم إمكانية أنهم يعملوا الحصار ولكن لحد هلأ بعد ما فسحوا المجال ما بلشوا فيهم عم بيستعدوا لأنه هذي الرياكتيف الكت يلي بيستعملو بالمكانات عم بيفوتوا جديد يعني على لبنان يلي استحوذوا عليهم عم بيستعدوا يبلشوا يعملو هالفحصات طالعا اليوم كنا عم نبحث إذا منحدد مراكز غير مستشفى بيروت الحكومي لإجراء هذه الفحصات لأنه بنفس الوقت ما بنا نفتحها لكل المختبرات ما عنا ثقة أنه نفتحها لكل المختبرات يعني هلأ مثلا يمكن البعض بلشوا يطلقوا واتس أب أو نصار فيه مختبرات نحن ما هذي منا معمولة يصير فيها يكون في اعتماد مراكز معينة يكون دقيقة مخصصة معروف مثلا مثل المستشفى الجامعية على سبيل المثال يكون الفحصات تجرى فيهم إلى جانب ولجميع الناس يعني بتصير متاحة يما كيف ما هذي المستشفى المستشفى كلها بدأت تكون جاهزة تستقبلها المريض بالطوارئ وبعدين بتشوف حسب الإمكانيات أو حسب لأنه هذا فحص بياخد وقت فحص لتطلع النتيجة بتاخد أربع خمس ساعات كنا عن مبحث مثلا اليوم أنه المراكز اللي بدأت تصير تعمل هالفحوصات تتناوب على مدار أربع وعشرين ساعة لتقدر تأمن الفحوصات بالصورة دائمة يعني مركز واحد يمكن ما يكفي لإجراء كل الفحوصات لكل المستشفى اللي ممكن تجيهم من لبنان وبالتالي بدأت تشير فيه تنسيق بين عدة مختبرات معتمدة معروف ومتأكدية من نتيجة لها حتى يتأمن الخدمة أربع وعشرين ساعة نعم وهذه الفحوصات بتكون شو مجانية ولا يعني مثل مستشفى رفيق الحريري لا المستشفى الخاصة ما فيها تعملها مجانية هذه يعني بس أكيد بدو ينبحث اليوم كنا عن طرحنا الموضوع وبكرة عنا اجتماع كمان متابعة لا استكمال هالأمر لا استكمال الموضوع ونشوف شو سعر الأدنى يلي ممكن يكون لأنه هو بيكلف هذا فحص مكلف يعني هلأ مثلا مثل ما عم بيصير فيه دعاية من بعض المختبرات أنه عم بيطلبوه 300 ألف ليرة مثلا هذا أكيد فحص مش بمتناول كل العالم يجو يدفعوا 300 ألف ليرة تأيام بفحص ما أنا نبحث وهل هو هذا السعر يعني واقعي لا 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 ينعمل بأقل مفروض ينعمل بأقل بكتير نعم أنا أشكرك نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون على هذه الإطلاع للليلة على أمل أنه يعني يكون فيه يمكن حد أو احتواء 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 لهذا المرض لهذا الفيروس ويكون فيه تدابير تساعد أكثر فأكثر في احتواءه إن شاء الله شكرا لألك نايد شكرا مشاهدين فاصل أعلاني بعد هذا الفاصل أعود إلى السياسة لأستقبل الصحفيين سكارلات حداد وأسعد بشارة حول عنوين ومستجدات الساعة ومستجدات الساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر